مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى عدد جديد ومتجدد من حديث الصحافة وأبرز ما تضمنتها الصحف من أخبار وطنية ودولية نستهلها كالعادة بالجرائد الوطنية ومن جريدتي المساء التي عنونت في صدر صفحتها إصلاحات بضغوجية في الدخول المدرسي المقبل تمس مرحلة التعليم الابتدائي بالدرجة الأولى وجاء في تفاصيل المقال يقول الكاتب أعلن وزير التربية الوطنية عبد الحاكم بالعبد أن الدخول المدرسي المقبل 2020-2025 سيشهد الكثير من المستجدات والتحسينات خاصة في الشق البيضغوجي والذي يمس بالدرجة الأولى مرحلة التعليم الابتدائي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وأكد الوزير أنه سيتم ابتداء من الدخول المدرسي المقبل الشروع في تخفيف البرامج في الطور الأول من التعليم الابتدائي حيث سيقلص عدد المواد التي تدرس مع الحفاظ على مواد الهوية الوطنية موضحا أنه سيطرأ تغيير استراتيجي على الزمن الأسبوعي الحالي برفع الحجم السعي للأنشطة الفنية والرياضية التي تمثل حاليا 7% من البرنامج إلى 20% إلى جريدة الحوار التي عنونت في صدر صفحتها تغيير توقيت فتح منصة الاكتتاب في عدل ثلاثة وزيرها السكن والعمران والمدينة طارق بالعريبي يكشف وجاء في تفاصيل المقال يقول أعلن وزيرها السكن والعمران والمدينة محمد طارق بالعريبي أمس السبت من ولاية برج باجي مختار عن تغيير توقيت فتح منصة التسجيلات في البرنامج السكني عدل ثلاثة إلى الساعة التاسعة مساء عوض الخامسة مساء يوم الخامس من شهر جوليا المقبل وأوضح بالعريبي خلال زيارة تفقدية لولاية برج باجي مختار رفقة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لخضر خروخ أن تغيير توقيت فتح المنصة الإلكترونية للتسجيل في البرنامج السكني عدل ثلاثة جاء استجابة لرغبة الجماهير الرياضية حيث تتزامن الساعة الخامسة مساء التي أعلن عنها سابقا مع موعد انطلاق المباراة النهائية لكأس الجزائر 2024 في كرة القادمة المقررة بين فريقي مولودية الجزائر وشباب الوزداد يوم الجمعة القادم بملعب خمسة جوليا الأولمبية جريدة أخبار اليوم عنونت في مقال آخر وزير الداخلية يتواعد ما في الشواطئ وجاء في تفاصيل المقال 61 شاطئا مسموحا للسباحة بالعاصمة وثلاثة ألاف وخمسمائة تعاون لحراساتها حيث تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد رفقة عدد من الوزراء العديد من المرافق الشبانية والرياضية بولاية الجزائر كما تم تتشين ست مسابح جديدة من مجموع 41 مسبحا جديدا دخل حيث الخدمة على المستوى الوطني مشددا على ضرورة أمن وسلامة المصطفين وضمان حرية الولوج إلى الشواطئ ومجانيتها كما أعلن المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية الجزائر محمد عبد النور ربحي والي عن فتحة 61 شاطئا مسموحا للسباحة عبر إقليم الولاية مع توفير كافة التجهيزات اللازمة لوضع المصطفين في أحسن الظروف وضمان نجاح موسم الاستياف لسنة 2020 مع التشديد على ضرورة محاربة مافيا الشواطئ بقوة قانون الدولة الجزائرية يقول حسب ما جاء في هذا المقال جريدة أخبار الوطن عنونت صدر صفحتها إيران الحسم مؤجل جولة ثانية للانتخابات الرئاسية الجمعة المقبل وجاء في تفاصيل المقال يقول الكاتب تستعيد إيران لعهد جديد بتنظيمها للانتخابات الرئاسية التي ستفرز القائد الجديد للبلاد خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي الذي توفي في حادث سقوط طائرة شهر مايال ماضي حيث من المنتظر أن يتم التوجه إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية التي نظمت أول أمس الجمعة في الخامس جوليا المقبل وذلك بعد فشل أي من المرشحين الأربع في الحصول على الغالبية المطلقة من الأصوات في الدورة الأولى وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الجمعة المقبل ستكون بين المرشحين مسعود بسكيشان وسعيد جليلي الذين تصدر النتائج جريدة أفريكا نيوز عنونت في الشأن السوداني السودان مستقبل في الغامض وجاء في تفاصيل المقال طوت الحرب الدائرة في السودان عامها الأول ودخلت عامها الثاني وتركت نحو 13900 قتيل وأكثر من ثمانية ملايين نازح ولاجئ ودمارا هائلا للبنية التحتية ولمقدرات دولة كان يفترض أن تكون سلة غذاء العالم العربي حتى باتت عن اليوم مجاعة إنسانية غير مسبوقة واقتصادا يتهاوى على وقع دوي القذائف عام على الحرب في السودان يقول المقال ولا بوادر لمصالحة تلوح في الأفق المنظور الخطورة في إصرار الفرقاء على استدعاء نظرية المباريات أي الحسم العسكري الكامل بمعنى انتصار فريق مقابل هزيمة الفريق الآخر متجهلين كل الحلول السلمية إلى المواقع الإلكترونية الوطنية والبداية بموقع النهار أونلاين الذي عنونا رئيس الجمهورية يعز في وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس حيث عز رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس السبت في وفاة والدة ملك المغرب محمد السادس وجاء في نص التعزية تلقيت بأسى نبأ عودة روح والدتكم إلى خالقها وبارئها وكان لهذا الخبر المحزن الذي ألم بكم وبالأسرة الملكية بالغ الأثر فباسم الخاص وباسم الشعب الجزائري أتوجه لجلالتكم بأصدق التعازي راجيا من العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة بستائر رحمته وأن يلحقها بأهل الخير والبر وحسنا أولئك رفيق إن لله وإن إليه راجعون عنوان آخر على موقعي النهار أونلاين نقرأ فيه بالصور أربعمائة مليار للتخلص من ازدحام لاكوت وثلاث أنفاق تحت أرضية للراجلين لكل الاتجاهات حيث تقرر إنجاز ثلاثة أنفاق فوق النفقين الحاليين المعنيين بالتمديد باتجاه البوليدا وبئر موراد رايس من أجل تسهيل حركة المرور نحو كافة الاتجاهات والقضاء على النقطة السوداء لاكوت في أجال لا تتعدى ستة أشهر في عقاب تكثيف ومضعافة الأشغال على مدار 24 ساعة من طرف مديرية الأشغال العمومية صاحبة المشروع وفي اتصال هاتفي مع النهار أونلاين يقول المقال أمس السبت قالت أمال طرفي رئيسة مشروع تهيئة المداخل نحو المحطة البرية لبئر موراد رايس بأن المشروع كلف صرف أربعة مليار دينار بما يعادل أربعمائة مليار سنتيم جزء منها يستغل في إنجاز الجدار الإسمنتي بمحاذاة المحطة البرية موقع الشعب أونلاين عنونا في مقال آخر الصناعة الأسكرية تصنع الحدث بمعرض الجزائر الدولي حيث صنع جناح الصناعة الأسكرية الحدث في الطبعة الخمسة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي من خلال عرض منتجات جديدة متطورة وتنافسية ذات جودة عالية في مختلف التخصصات وهو ما يعكس المستوى الكبير الذي وصلت إليه الوحدات الإنتاجية لهذه الصناعة التي واكبت التطورات التكنولوجية ومن هذه المنتجات النماذج الجديدة والمطورة للشاحنات وحافلات نسخة الفين واربعين وعشرين التي عرضتها مؤسس التطوير صناعة السيارات الكائن مقرها بولاية تيارت والتي تسويق منتجات تحت علامتي مرسيدس بانز وصناكوم التابعة لمديرية الصناعات العسكرية بوزارة الدفاع الوطني نماذج مزاجات بين التصميم العصري والنوعية الرفيعة للمنتوج يقول المقالة عنوان آخر على موقعي الخبر أونلاين نقرأ فيه كراب تصنع أول سفينة سياحية للترفيه بكفاءة جزائرية حيث أكد وزيره الصناعة والإنتاج الصيدلاني أمس السبت على مواصلة دعم المؤسسة العمومية الاقتصادية لإنتاج وإصلاح السفن ببهارون بولاية تيبازا لتمكينها من فرض نفسها في السوق في ظل المؤشرات الإيجابية التي أبانت عليها الشركة والتي تصب كل أعمالها إلى دعم الاقتصاد الوطني وتسيير الموانئ ودعم السياحة كما دعا عمال مجمع تونيك للتغليف إلى بذل المجهود اللازم للوقوف بالمجمع بعد الدعم الذي تحصل عليه من طرف السلطات العمومية لإعادة بعث مشاريعه وبدأ وزير الصناعة خلال زيارته لوحدة إنتاج ورق التغليف ببسمعيل غاضبا من الوضعية التي يعيشها المجمع بعد الدعم المالي الذي تحصل عليها المجمع مؤخرا محملا القائمين على المؤسسة وعمالها مسؤولية الوضع الذي آل إليه يقول المقال دوليا وإلى المواقع الإلكترونية الدولية والبداية بموقع الجزيرة والعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة عنوان الموقع لاحتلال يقر بصعوبة تفكيك حماس ويوسع حملاته الليلية بالضفة حيث في اليوم الثامن والستين بعد المائتين من العدوان الصهيوني على قطاع غزة يقول المقال اعترف قائد اللواء الثاني عشر في جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن مهمة القضاء على حماس ليست سهلة وأن تفكيكها برفح سيستغرق عامين على الأقل وعن قدرة المقاومة يضيف المقال على إطلاق الصواريخ وتهديد المستوطنات قال أن من يعتقد أن الصفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل فهو يذر الرماد في العيون وسياسيا يضيف المقال أيضا قالت وسائل الإعلام عبرية أن واشنطن تحاول سد الفجوات بين موقف حماس والاحتلال الإسرائيلي لإنعاش مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى صفقة تبادل أسرى وفي الضفة الغربية المحتلة ووصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها الليلية واستهدفت أساسا بلدات في نابلوس كما أطلقت قنابل الغاز على المنازل موقع سكاينيوز عربية عنوان أو بهذا الخبر مشاهدنا الكرام ناصل وإياكم إلى ختام جولتنا عبر الصحف لنهاري اليوم شكرا على طيب المتابعة السلام عليكم